نادي الاتحاد لا في هبوط وانتقى وكان بينافسك لا ولعبنا انها الكاس كان نفسى جيب بطولة لنادي الاتحاد لعبنا انها الكاس وصلنا اية الكاس نا وللعبنا بطولة افريقية نتخصرتوا في الوقت الاضافي في الوقت بدل الاضافي اللي هو بكلت مجد عبدالعاطي ومجم انبي والبطولة الاولى طلعنا تقريبا الرابع او الخامس يعني الحمد لله والشكر الله كانت انطار سليمي قعد معي 4 ساعات في النادي الاهلي يقنعني ان انا عتازي يقول لي يا ابني الفرقة دي تنزل درجة تانية على طول بتنفس على هبوط يقول لي يا ابني اللعيبة مش هتساعدك زي النادي الاي أقول له يا كابتال اللعيبة كلها في مصر واحد باستثناء حزم إمامه وكان أبو تريكا أو اتنين تلاتة بس هم الموهوبين والبقى كله زي بعضه يقول لي يا ابني هتمحي تاريخك كله لو نزلتوا درجة تانية قابلني بقى في النادي الايلي لما كسبنا النادي الاهلي تلاتة واحد تلاتة اتنين لما كسبنا تلاتة اتنين قال لي يا ابني أنا غلطان وانا بعض زيارك وبس بس دي مالي اه فاكرتك كابتن طارق يعني انا ليه بسألك السؤال ده هتقول لي مين رسالة دلوقتي آن الأوان للي اعتزال من اللي موجودين على السحر يعني دلوقتي حالا ولا ممكن بعد ما هوبص فيها كابتن عدد عدد نشوف هنلعب كاس عالم الأول ولا يعني انا هقول لك كابتريكا والجمعة دوجة نظر الشخصية في عدد من اللاعبين آن الأوان آه لكن لازم يعني ان شاء الله ربنا يسأل نشوف هنعمل ايه وصلنا كاس عالم يلعبوا كاس عالم ويبطل يلعبوا كاس عالم ويبطل ما وصلناش كاس عالم يبقى زيوم زي بركات آه أبطل على طول آن الأوان يعني بركات عشر على عشر عشر على عشر مليون على عشر بركات معلم آه معلم يعني في الحضري ما عندوش منتخب آه بلعب في السودان في أحمد حسن ما عندوش منتخب وبيلعب في الزمالك هل نفس الرسالة اللي بتريكة اللي هو الجمعة توجيها لهم؟ آه بقى اختلاف شوية يلا أوجيها لأحمد حسن آه كويس انت بتسعيدني آه أحمد حسن مليون في المية تاريخ ولا أروع كفايا كذا لو مش هيروح آه منتخب مصر ويلعب كاس عالم وينهي تاريخه باللي هو يتمناه آه هو كفايا كده السنان كويس أوي ما شاء الله عميد لعيب العالم وخاد كل الألقاب آه يعني ما تعفرش في وقت ملهوش لازمة المعافر آه ممكن تبقى في مجال تاني أقوى بكتير آه إذا كان تحليل أو إذا كان مجلس إدارة أو إذا كان تدريب زي محمد عايز لكن أنا أضمه لقايمة وقايمة وقايمة أبوتريكا يعني أنا ممكن عبدالواحد السيد عسام الحضري آه يعني كارزمة مختلفة شوية ليه؟ حرس المرمى ممكن يعد يلعب مع عبدالواحد حرس مرمى وعبدالواحد برضو بس عبدالواحد عنده مشكلة شوية إنه هو آه اللي اتنين صليبي مع إصابات كتير قوي لسه ما زال نجم الزمان طبعا طبعا وأتفق معاك يعني خلال أغير رأيي في عبدالواحد موافقك موافقك مليون في المئة آه حرس المرمى ليه طبيعة مختلفة شوية آه لا عسام يفضل يفضل ليه؟ لأنه هو مش مطلوب منه آه شكله مش هيبقى وحش آه يعني حتى أنا لما بتكلم معاه هو بيقول لي لو أنا مش هبقى قادر أطيره على الكرة دي أجيبها أنا هبطل آه حرس المرمى انت عارف يا كابتن انه مش محتاج يعني هو واقف خبرته كان الكابتن سابت البطل لا أرحمه هو واقف بس بيجيب الكرة دي بياخد الخطوطين الطايم وحضرتك طبعا عملتها كمان مليون مرة يعني أنا أفتكر مطش المنصورة سنة سبعة وثلاثين كان عندك كم سنة سبعة وثلاثين سبعة وثلاثين سنة يعني هو كنت بكسب ومكسبنا كاس وق ما يفرقش معي حضر ممكن لعابله ثلاث سنين كمان كمان ساواربين آه يوصل لخمسة واربين ما هو نجم فرقته وهو أصب بيكسبهم كل المطشار يعني ما شاء الله وكل لما يروح حتة ده هو بس دماغه أنت عارف دماغه يعني هو كان هيحرص مرمى منتخب مصري في كاس العالم لازم نبقى متفقين على كمان شايت ما عندوش فرصة للرجوع للمنتخب ولا عنده فرصة لا ما ظنش أنه عنده فرصة لأن الدماغ الدماغ أهم أهم من إمكانياتك أنت ما تكونش أنت لعيب كويس بس تعيب لدماغي ده مستر برادلي وطبعا الكابتن زكي